بعنوان الضغط كيولد نفيجا الساكنة الدار البيضاء بالضبط سيدين برنوسي قدام واحد من أشهر جوامع في المدينة اللي هو مسجد طارق مجزره إنسانية شفنها كاملة وصوراتها الكاميرا دي الناس اللي كانوا حاضرين اللي تصدموا بالواقع قدام آيو المئات دي الناس در يباقي صغير في العشرينات من عمره هزموسوا اللي تلقى مآن كي يضربوا به بداها وسط من سناكو وكملها في الشريح ولولا تدخل رجال الأمن مشكورين كان لعدد دي الضحايا حتى المجروحين قاعد يتضاع الواقع شهدات مؤيدين وحتى معاردين وكيفما كيقول البات المغريبي من اللي قطح البقرة كيكتروا الجناوة كل واحده الفيرسون اللي كتخرج من فمه ولكن حاجة عدل اللي متافقن عليها الناس كاملين وبشهادة الناس اللي كيعرفوه من قريب حتى من بعيد أيوب البخاري اللي هو الباطل دي الهد فيلم كيقولوا باللس يدروي شو دريب وما عمرهم ما شافوا منه شي حاجة اللي خيب ولكن مؤخرا قبل بسيمانا من ثلاثين في شهر خمسة الفين وعشرين اللي هو النهار دي الواقعة الكلمة اللي كيبقى يعود بزافية انهو التابعين حاضين وديرين للعقوس هاد الكلمات كان كينعت بهم المحال اللي كان خدام فيه اللي هو وصناك أيوم محال كانوا كيعرفوه غير الناس اللي افتارها وحتى الناس اللي كانوا ساكرين قراب من البرنوس وباللي لو نهار خده شوارة كبيرة في المغرب كام الناس اللي كانوا خدامي ما هاد السيد حتى في ذاق المحال حتى هم ارتصدوا من التصرف اللي دار حيث كيشهدوا بانهو دريف وما كيتوقعوش منهو دي الشي المجزارة بدات وصناك ثلاثة دي الناس وواحد منهم مات أما الحاصلة الإجمالية وصلت لتسعود دي الناس وغير واحد اللي فارق الحياة عاد زيد وحدة اللي لو لا لطف الله كانوا حتى هم غدين يتزادوا في الحاصلة والدليل هو السيد اللي كان شاد قدعم الجامل اللي مصور في الفيديو وبمجرد ما طالقوا خف بكترة الخلعة كي اللي غادي يقول بلي هاد السيد وواكل شي حاجة أو اللامبلي بشي بليه اللي خناه الدماغه يكون مرفوع ولكن الناس اللي كيعرفوه من قريب ومن بعيد أكدوا بانهو من غير نقاره ما كيدر حتى شي حاجة وحده آخر والسؤال اللي كيبقى مطروح هو وشف هذا النهار كان واكل شي حاجة والأول مرة وكي اللي يقولوا بلي هاد الشي اللي دار بسبب الشك ديانه وبسبب توكان اللي كانوا ديرين ليه كيفما كي جعل لسانه وكانت هذية طريقة نختار باش ينتقم منه كيني الناس اللي كتأكد بانهو عنده شي مرض نفسي كيفما جعل لسان حقوقيين في المجتمع المداني أما بنسبة الخاتمة دي لهاد الواقعة من بعد المحاولات دير رجال الأمن ونقدار اللي يعطعوا الأيوب باش يروح لموس من ايديه وينزل للأرض ولكن بسبب عدم المتتال ديانه والأوامر ديال البوليس هنا وصل للسير والزوبة وباش يسيروا هذا الفيلم اضطر واحد من رجال الأمن اللي كان سيفيد باش يجبد سلاح ديانه ومن بعد تهديل الأول والثاني والثانت دمس كدير ترام وامام أهيو الحاضرين أيوب كان قاسد بلموس ديانه والبوليسي والحل كان عند رجل الأمن باش يحمي على الأقر راسه فهو يتيري فيه القرطاسة جات في الخط ديان أيوب البخاري الحاجة اللي خلت وطيح في البلاس هات تدخل بسلاح الواضي في ديان البوليسي هو تدخل الطهراري حيث لو لعد القرار كانت المجزارة ممكن تكبر وصيرتو السيد ما كانش في الوعي ديانه حيث حتى البوليسي ما كانش غد يحم فيه فبلاس البوليس تحكمه في الواضي سيفطور السبيطار باش يتعالج ومن بعد ما يتشافع غالي تكون متابعة قدائية اللي غدي تشرف عنه النياب العام والتحقيق هو اللي غدي يأكد واشهد السيد في هذه اللحظة كانوا وكل شي حاجة او اللي هذي غير حالة يستيرية عند علاقة بمرض نفسي اما بالنسبة للسلاح اللي كان الناس مؤيدين ومعارضين الأستاذ الجامعي الحافظي اللي هو خابير في الدراسات الامنية كان اكد بالنسلاح الوظيفين اللي عند اي واحد من الرجل الام عنده ضوابط ديان ومعايير اللي عنده علاقة بحالة الدفاع على النفس كيف مجاة في الفصل 124 و 125 من القانون الجنائي يعني اي بوليس في حالة تحسب الخاطعة فالدفاع على النفس ممكن يخدم بهذا السلاح الوظيفي وبالاخر السلاح شاف كي نحتاجها ديد على السلامة دي المواطنين فهذا الحالة كتكون عنده رخصة باش يستعمل السلاح ديان ولكي مشرط ان الدربة تكون في حالة منطقة محددة اللي في الغالب كتكون في المنطقة السفلة من الجسم يعني من الحزام اللي تحت وتقريبا الحالات كاملة دي البوليس اللي سبقني نوسمعنا به تدخل كي يكون غير في الرجل باش تفشل الحركة دي لاد السيد لكي يشكل خاطع على البوليس وحتى على الناس اللي حاضرين وفي نفس الوقت كيحاولوا انه ميطحوش بخطرة ان هاد السيد يموت حي تتابع عقوبك ومتابع عقدائيه دبه في نظركم واش هاد السيد عنده شي مرض نفسي او اللي فعلا هادك النار ممكن يكون واكل شي حاج خليلينا الرأي ديالك في تعليقاتك دير لايك وبرتاجي مع صحابك دير متابعة الصفحة ومرحبا بك في العائلة دياننا كان معكم محسين اه هذا مكان تهالله